البحث هذه الليلة في سؤال ملح وضروري جدا ألا وهو ما هي الأسباب التي أهلت السيدة أم البنين سلام الله عليها وأوصلتها إلى هذا المقام وأوصلتها إلى هذه الرتبة بحيث صار اسمها يقرن باسم المعصوم وينما يذكر أمير المؤمنين ذكرت ولي الله الأعظم علي بن أبي طالب وينما يذكر الحسن المظلوم ابن أمير المؤمنين ذكرت لو مع هذا حينما تدخل إلى البقيع وتتشرف بالنظر إلى قبر الإمام الحسن وبقية الأئمة تلتفت يسارا فتجد أن السيدة أم البنين على مقربة من الإمام الحسن وهذا زادها اقتران بالإمام الحسن كذلك بالإمام الصادق كذلك بالإمام السجاد كذلك بالإمام الباقر عليهم السلام وهم نور واحد وبعد الأعظم والأشد هي صلتها مع سيد الشهداء سلام الله عليه وينما يذكر الحسين تذكر السيدة أم البنين شلون السيدة زينب قرينة الحسين وأخت الحسين أم أخيها كما يعبرون أم البنين كذلك تذكر حيث يذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه على تعبير علماء الأصول صار بينها وبين المعصومين قرن مؤكد أو ما يسمونه بالمنبه الشرطي هذا تدري شنو يعني القرن المؤكد أو المنبه الشرطي شايف أكو أصدقاء اثنين يرحون للزيارة سوية يرحون للمشاية سوية يجون للمجلس سوية فدائما العيون شافتهم شنو سوى ما ملاحظ يوم من الأيام في سوق في طريق في سفر إذا شفت واحد منهم ينتقل أو ينبثق في ذهنك سؤال عن الثاني عن الشخص الثاني ليش يقول لأنه عهدناهم سوية هو هذا القرن المؤكد أو المنبه الشرطي أو مثلا شايف من تسافر إلى بلد وتصاب هناك بمرض معين دفع الله عننا وعنكم ما ملاحظ ولو بعد سنين طويلة كل ما يطرق سمعك اسم ذلك البلد ينتقل ذهنك بالمباشر إلى أي شيء إلى المرض الذي أصبت به هو هذا القرن المؤكد أو المنبه الشرطي أم البنين صار بينها وبين المعصومين هالعلاقة علاقة القرن المؤكد طيب نرجع للسؤال ما هي الأسباب التي أهلت السيدة أم البنين وجعلتها بهذا المستوى وجعلتها متربعة على عرش الخلوت وعلى عرش الموقفية جعلتها رتبة في كتف الزمان شنو الأسباب يا ترى السبب الأول قالوا لأنها درست في مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه شوفوا إخواني آبائي في تجارب علمائنا وهذا ملموس لمسيد يقولون بيئنا وبين أمير المؤمنين زمان أكثر من ألف عام بيئنا وبين زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وكنا ولازلنا نستفيد من نور علم عليا ومن بركات أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا وبيننا وبينها شنو زمان إلى اليوم منابرنا أصلا قائمة على أحاديث آل محمد محتواها فارغ بلا آل محمد شوف مثلا أكو منابر غيرنا جاي تقام لكن تشوفها خالية من محتواها فيها مشاكل فيها أخطاء فيها هفوات ليش؟ لأنها خالية من ذكر آل محمد وخالية من حديث آل محمد هنا الإمام سلام الله عليه يبين الإمام الصادق بأن المنبر أو البيت أو القلب الذي يخلو من حديثهم ومن ذكرهم ميت شنو الدليل؟ قال الإمام الصادق أحيو شوفها كلمة أحيو حياة أحيو من الحياة أحيو أمرنا فبإحياء أمرهم تصير عندنا حياة تصير عندنا انتعاش تصير عندنا ازدهار الغرب العالم بأسره كان ولا زال يستفيد من علوم محمد وآل محمد في الحادثة المعروفة كان واحد من تلامذة الشيخ الأنصاري رحم الله الشيخ الأعظم الأنصاري هذا كان عنده ضعف بالمدركات العقلية عنده ضعف عقل محجم عقل جامد بحيث الطلبة يناقشون الطلبة يأخذون ينطون مع الأستاذ أحيانا يشكلون على حضرة الأستاذ وهذا المسكين يأخذ كتبه ويرجع كتبه بدون أي نقاش بدون أي تدخل الدرس يسمع منا يطلع من أذنه الأخرى هو مو مقصر يذاكر قدر الإمكان يجي يجبر نفسه على القراءة بس عقله محجم شي سوي هو هذا هذا إدراكه هذا فيوم من الأيام سئم الحال قال أشكي لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهاية الدرس إجا قاعد قرب الغريح بدأ يسولف ويا أمير المؤمنين مولاي يا علي أنت رجعت الشمس رجع لذهني رجع لعقلي مولاي يا أمير المؤمنين الوجود كله مثل الخاتم بإيدك شوي يخلي إيدك على رأسي وخلي عقلي يتفتح وأصير مثلي مثل بقية الطلبة أعزاء وقاموا دمعته بعيني بليلتها يقول شفت أمير المؤمنين بعالم الرؤية بليلتها يقول شفت إجا إلى فراشي خلي إيده على رأسي كأنه أنا متمدد على فراشي خلي إيده على رأسي وقال بسم الله الرحمن الرحيم بس فزيت من النوم يقول إجيت إلى درسي كالعادة في النجف الأشرف وحاضر عند الشيخ الأنصاري صاحب المكاسب يقول قعدت في محظر الشيخ الأنصاري شفت وضعي غير شفت نفسي أناقش الأستاذ لا وأشكل على الشيخ الأعظم الشيخ الأعظم شاهق جبلي يعني مو كلمة تقال يقول صورة أشكل على أستاذ يقول هاي المفروض مو هكذا المفروض هكذا عجيب فتبين أن أمير المؤمنين شنو فتح لعقله يقول بعد نهاية نهاية الدرس الشيخ الأعظم الأنصاري قال لي لا تطلع أريدك مستغرب الشيخ الأنصاري يقول طلعوا كل الزملاء قعدت أقباله كالمتشهد في الصلاة هذا أستاذي ومن علمني حرفا ملكني عبدا يقول قعدت أقباله قلت لمرني يا حضرة الأستاذ قال لي بني إن الذي قرأ على رأسك البسملة قرأ على رأسي سورة الفاتح اللي قرأ عليك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ على رأسي إلى قوله ولا الضالين إذا أنت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا عقلك اتشصار زي أن اللي قارن على رأسي سورة الفاتحة شنو فإذا نستفيد من علومي عليه اللي ما نستفيد من بركاتي عليه اللي ما نستفيد حتى علماءنا مثلا من تسألهم يقول لك بالتجربة ثبت أن دراسة يوم في النجف تعدل دراسة شهر في بقية الأماكن اليوم بشهر إذا هو أكثر فيقول لهم ليش يقول لهم بديهي وطبيعي لأن الطالب يصبح يمسي وهو ينظر إلى قبة علي عليه السلام ويستنشق من عبق علي عليه السلام شلون يكون زين شنو رأيك بمرأة عاشت مع علي عن قرب وعن كثب كانت فراش لعلي وكانت عون لعلي وكانت روح لعلي وعاشت في بيت العلم وعاشت في بيت العصمة وعاشت في بيوت الطهارة يقول لخزان العلم خزنة العلم العلم الإلهي العلم الإلهي كله في بيوتهم حتى علماء يصرحون من يجون للسيدة أم البنين يقولون لقد علمها أمير المؤمنين علم البلاية والمناية يعني أم البنين عدها علم غيب عدها علم ما كانهما يكون العلام النقدي أول ما زندراني التردد مني يبدو العلام النقدي يقول إن العباس ابن أمير المؤمنين تعلم علما جما العباس عالم من علماء آل محمد أبو فاضل قمر بني هاشم يقول إن العباس تعلم علما جما من أبيه هذا معروف تحصيل حاصل أبو أمير المؤمنين بعد وأمه شايف العباس شي قد عظيم واحد من أبرز أساتذت أم البنين أم البنين أستاذ لقمر بني هاشم تشوف التلميذ وبعدين الأستاذ إذن فهذا السبب الأول اللي أهلها درست في مدرسة أمير المؤمنين واضح السبب الثاني يقولون لأن لأم البنين القابلية على الرقي مرات واحد تريد ترقبي أو هو يحاول أن يرقى بنفسه بس قابلية ما عنده أم البنين لها القابلية على الرقي والصعود فصعدت وارتقت شنو يعني قابلية شوفوا إخواني علماء العقليات أهل المنطق والأصول يقولون لا يتحقق بس خلي ذهنك عندي بهاي لا يتحقق وقوع الشيء في الخارج إلا بتحقق مقدمتين في الخارج وفي الذهن تدرون التحقق الخارجي غير التحقق الذهني يعني ذهنا بعقلك تقدر تتصور الآن وأنت جالس في هذا المجلس كأنك تطوف على شباك العسكريين مثلا تقدر لو ما تقدر تتخيل لا الكلام مو عن الوقوع الذهني عن الوقوع الخارجي الفعلي الواقعي يقولون الشيء ما يقع في الخارج فعلا واقعا إلا تسبق مقدمتين وإلا ما يصير شنو المقدمة الأولى الفعل شنو المقدمة الثانية الفاعلية أو القابلية يسمونها يعني عندك قلاص قزاز تريد تكسره شلون تريد ينكسر بالخارج لازم يتحقق المقدمتين المقدمة الأولى الفعل شنو الفعل أنك تقوم بضربه أو برميه هذا فعل المقدمة الثانية الفاعلية أو القابلية شنو يعني القابلية يعني أن تكون مادته قابلة لشنو للإنكسر إذا وقعت وقعت وحدة من المقدمات سقطت وحدة من المقدمات يتحقق الفعل يعني لو رميت إناء من البلاستيك رميتها بالأرض أو ضربته على الجدار ينكسر ليش ما ينكسر لأن مقدمة وحدة متوفرة وهي الفعل بس الفاعلية ما موجودة شايف إذا طفل مثلا طفل عمره أول ابتدائي ثاني ابتدائي اتكلف بأن يدحرج صخرة تزن طن كاملا يقدر ليش هو خوشد أعصاب عليها يريد يتفحها الفعل متحقق دفع مع ذلك الصخرة ما اتدحرجت ليش لأن فاعلية ماكو المقدمة الثانية قابلية ماكو يعني ليس من شأن هكذا وزن أن يتفاعل مع هكذا قوة أم البنين لها القابلية قابلية فرقت عرفة شلون تتقرب إلى الله وعرفة سبل السماء وعرفة طرق السماء وعرفت أن الله لا يمكن أن يؤتى إلا عن طريق محمد وآل محمد العالم كله يدري رب العالمين ما يمكن توصل إلا عن هذا الطريق بس مع ذلك تشوف أكو ناس رايح حرون سايد لهم وهم يعرفون أم البنين علمت بأن الحسين هو وجه الله فتقربت إلى الله بالحسين وصل قابلية فعالة من الأسباب من الأسباب التي أهلت السيدة أم البنين إلى هذا المستوى هو استشعار المسؤولية الدينية استشعار للمسؤولية الدينية شنو الاستشعار استشعار المسؤولية الدينية كواحد بداخله مستشعرات للمسؤولية الدينية يستشعر الدين ويستشعر العقيدة ويتورع عن الحرام يتوقع يتقي وأكو واحد لا والله يعصي جهارا نهارا هذا ما عنده استشعار مسؤولية دينية شوف شلون أم البنين كانت تستشعر المسؤولية الدينية خرج الحسين المدينة خالية من الناس سؤال لكم جميعا لو بيه ناس عوف العتاب عن أولئك الذين كانوا يحجون البيت عوفهم ذولاك ذولاك انتم شفتوا ولي الله الأعظم هل إحراموا طلع انتم ظالين الطوفون على شنو هو هو اللي أحل الحج واللي شرع الحج عاف الحج وطلع تركه ماذا نجي للمدينة المنورة المدينة وين ناس أنا ذاك خوش أكو ناس النساء أنا ذاك حالة لو كل وحدة عدها اثنين وثلاث أولاد إذا مو أربعة وخمسة شمعنا الحسين يطلع أصحاب على عد الأصابع ليش ماك وحدة أوقفت الحسين وقالت لعذرا يا ابن فاطمة هذا ولي اثنين من ولدي خذ وياك عذرا يا ابن الزار هذا ولد واحد اخذ وياك إلا أم البنين سلام الله عليها قالت لأبو علي أنا ربيت ببيتكم وصرت ببيتكم ووجودي حسيت من بيتكم آل محمد سيدي أبا عبد الله اليوم أنت تمثل رسول الله وهذا فعلا في الحديث موجود من يسئلون المعصوم يقولوا ليش البكاء على الحسين أشد من البكاء على جدة خاف واحد يسأل ليش نبكي على الحسين أكثر من بكائنا على الزهراء ومو كيف القضية مو كيفية فالمعصوم يجاو تدير شي يقلهم يقلهم لما مات النبي كان للناس سلوى بعلي وفاطمة والحسن والحسين ولما ماتت الزهراء كان للناس سلوى بعلي والحسن والحسين ولما مات علي كان للناس سلوى بالحسن والحسين ولما مات الحسن كانت الناس لها سلوى بمن بالحسين يقول له ولما مات الحسين مات معه أصحاب الكساء الخمسة أم البنين كانت ترى الحسين دين يدان الله به استشعرت المسؤولية الدينية قال الأبو علي ما قول أسهم مني وقفنا رسول الله شين قل لي يوم القيامة والحسين طلع على مرأة ومسمع والحسين يقول لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر الحسين خرج يقول شاء الله أن يراني قتيل يراهن سبايا الحسين دين الله الحسين عرش الله الحسين الأنبياء الحسين الملائكة الحسين المبدأ الحسين الاعتقاد فمن تنطي شيء للحسين يعني منطي للأنبياء للعرش لله للمبدأ للعقيدة وهذا لو أنا متوهم بس الناس أصناف واحد مستشعر المسؤولية الدينية أنط أبناء أو أنط أموال أو أنط بيت أو أنط وقت للحسين وأكو واحد ما مستشعر المسؤولية الدينية شاعله جئنا إذا أزور الحسين يوم الأربعين في أمان الله بس أصلا بعض مهم موسمي مع الحسين سلام الله يجي يسئي لك يقول لك يعني شو المناسبة ليش المجالس وقل زين أم البنين خلصت مجالس هي أم البنين زين أسئلك بالله إذا تريد تحدد أم البنين بأيام شهادتها ورحيلها مو طبعا علمان يقولون ما يستبعد أنها قتلت أم البنين دس لها سم هذا مو بعيد يعني فأم البنين من تصير عندك حاجة تنخاها برجب وتدعوها وتتوسل إلى الله بها بشعبان وبشهر رمضان وبشوال وبذل قعدة وبكل وقت بس من يجي الكلام لمجلسها تصير أم البنين بوقت محد ليش يعني هذا الوجود شوفه آي احنا كل احنا خصوصا الوجود الشيعي أتحدى واحد يقول أم البنين ما متفضل عليه من قريب أو من بعيد حسا على الأقل خلنسميه رد جميل ما أريد أقول جزء جميل لا خلن أقول جميل هذا الحضور وهذا البكاء وهذا رد للجميل أم البنين عمرها كله متفضل عليه عاد أحضر مجالسها وأبتش عليها مو هو الجزاء والإحسان إلا الإحسان فهي مسألة استشعار مسؤولية دينية قالت لا عذرنا أبا عبد الله أنا عمري كله خادمتك وانقصره وياك أبو علي هي تقول بس هذه المرة بس هذه المرة تسامحني أريد أوقف طريقك بس لأجل الخير أبو علي لأجلك ويقلها أمه يقلها يم الحسين يقلها أمه قولي قل لأبو علي شا قل للرسول الله يوم القيامة قل لأ عزية أولادي على الحسين أمه عندي ذول الأربعة تفضل علي وأخذه إذا تريد تجملني حسين أخذ أبنائي قالي لها يوم عاد خليليك واحد شايف وقت السفر ووقت الزيارة شا تقول أمهاتنا يقول يوم عاد واحد منكم يندق الباب يصير مريض يصير ما يصير بالبيت خلونا واحد عاد خلونا والي عاد قالي لها يوم عاد خليليك قبلت على عين وراس بس عاد خليليك واحد قالت له أبو علي اللي ما يخدمك ما يخدمني يخليها ببالك ابنك إذا ما خدم الحسين ما يخدمك إذا عز روحه على الحسين يعز روحه عليك ويقول له إذا مو مثل خادم صار ابني إذا تكبر يمكن يذبك فعلمه على خدمة الحسين علم على الموكب وعالمجلس وعالشعير حتى ذا خدم الحسين يخدمك وهذا واقع حال مونسج خيال فلما يخدمك ما يخدمني أبو السجاد ذو الأولاد هذا واحد من الشعراء يلتفت إلى معنى لطيف يقوله وكانت الحرة تمنى عدل والدها حزام كان قالت لي أبو يو يلولد افدي الإمام يقول كانت صورة شعرية يقول تتمنى أن أبوها موجود ويقول لها روح افدي الحزام أبوها أصيل شريف قوم يقول إلى أن نفس البيت يقول تعتقد تعتقد عندها اعتقاد تعتقد شي هو يعطش الله سنفرض الصيام وتحب نقلها العطشانة أمو البنين سلام الله عليها قبل الحسين وأخذ أبنائها قالت لا أبو علي عندي بعد طلب أخير شنو الطلب قالت لها عندي كلام خاص بقمر بني هاشب أبو فاضل بني عباس تعال إجى أبو فاضل تدري أبو فاضل هيبة آل محمد يقول يصعد على المطهم المطهم فرش عالي وضخم يقول رجله تخطان الأرض أبو فاضل هيبة الله يقول إجى دنك بريشا تقدام أمه خلى ركبه وحده على الأرض سقاء بعد هاي حركة السقاء هو سقاء يقول دنك ريشات الخضر قدام أم البنين أمه مريني سيدتي قالت لأبو فاضل الله يرضى لرضى الوالدة قال نعم هذا عالم وهي ربته وعلمته قالت لأ تريد رضاي قال له هو هذا الذي أسعى له قالت لأ إذا تريد رضاي أريدك تموت دون الحسين إذا مت دون الحسين أنا أرضى عدو بعدين يودي لها طارش يقل لها وتعاركت وي السهام بعيني الله أبو فاضل